بسم الله الرحمن الرحيم هون رح نحكي عن الموضوع الثالث اللي هو موضوع البناء الضوئي تمام زي ما بتعرفوا العملية بناء الضوئي هي واحدة من اهم العمليات اللي بقوم فيها النبات وفيها بحول النبات الطاقة الضوئية تبعت الشمس الى طاقة كيميائية طاقة كيميائية موجودة في السكر تمام طبعا هاي هي المعادلة زي ما انتم شايفين او ست جزيئات سي او تو ست جزيئات مثاني اكسيد الكربون مع 12 جزئ من الماء اه بتواجد نبات اخضر وهو لايت اعطيني سي سكس اتشتولب او سيكس اللي هو سكر لغلوكوز ومي او تو هاي هي المعادلة تمام اه طبعا هذا التفاعل هو تفاعل اندوثيرميك تفاعل ماس للطاقة لانه مستاقة الضوء بحولها لطاقة كيميائية هو تفاعل مستاقة الضوء تمام فهو بحتاج للطاقة عشان يسير اذا هو تفاعل ماس اندوثيرمك تمام بكوز اتنيندن ان انه ارد اه حانه اه بحتاج طاقة عشان اه يشتغل اما التفاعل تفاعل اكسوثيرميك هو تفاعل بعت طاقة هو تفاعل بعت طاقة مش مستطاقة فتفاعل بعت ثمام كل ما مشي مثال على الاكسوثيرميك اللي هو الناس الخلوي تمام طبعا الطاقة الضوئية بالفوتو سنتيسز تلتقط عن طريق نبات أخضر باستعملها عشان يحول الموجود بالجو والماء الموجودة بالسويل والغلاف الجوي لا سكر الماء بتكون موجودة بالغلاف الجوي وتكون بالتربة والسيوتو بكون موجودة بالغلاف الجوي بحاولوا له سكر هذا السكر برجع بخزنه جو النبات عشان يتغذى عليه او يحاولوا كمان لفوائق يعني الفائض من حاجته بحاولوا له فواكه او غذاء الشغلات اللي احنا بنحتاجها عشان يصير فيه فوتو سنتيسز اللي هو كلوروفيل اللي هو الصبغة الخضراء الموجودة بالنبات تمام ضوء الشمس عشان هو بناخده من مصدر الطاقة وعننا برضو سي او تو اللي هو الغاز موجود في الجو وعننا ماي الموجودة بالسويل وكمان ممكن تكون موجودة بالغلاف الجوي يعني عشان تكون عشكل بخار ماء وعننا كمان انزايمز عشان تحفز التفاعل اللي هو الفوتو سنتيسز تمام محتاج كمان لانزيمات عشان تحفز التفاعل هالانزيمات موجودة جو النبات طبعا النواتج عملية البناء الضوئي هي اه زي ما حكينا قبل اللي هي سكر 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 ونشا تمام سكر يعني سكر بس يتراكم بعطين نشا وعندي اتش تو او موي وعندي اوتو تمام اه طبعا هون بحكينا ان الفوتو سنتيسز بيصير بشكل اساسي بالورقة بس في بعض في بعض اجزاء النبات بتكون خضراء برضو بصير فيها برضو بصير فيها عملية بناء الضوئي زي ستمز لما تكون خضراء واللي اي اشي اخضر حتى لو كان فاكهة هدا بعطيني فوتو سنتيسز تمام اه هون بحكي لي شغلة ذي روتس وفاندا اند اوركيدز هازي كلوروفيل في نبات اسمه الفاندا والبعض انواع الاوركيدز بكون موجود في جذورها كلوروفيل عشان هيك اهو بصنع بعض الفوتو سنتيسز هاي الثلاث نقاط معناها اذا بحكي لي هون فاندا اند اوركيدز هاز كلوروفيل ان ذي روتس اذا يعني هذولة بعطول بعمل الفوتو سنتيسز تمام طبعا هون العوامل بتأثر على الفوتو سنتيسز ريت على سرعة الفوتو سنتيسز اللي هي اربع شغلة اللي هي ست شغلة تمام اللي هي زي ما حكينا ثلاثة شغلات تتعلق باللايت وشغلة بالسي او تو وطبعا تمبرتشر هي عامل بأثر على على كل الكائنات الهيئة الحرارة وعندي وردو الاتش تو او الافيلابللتي لانها برضو مفطلب تمام طيب شو هي شغلات شو هي شغلات بأثر فيها الضوء على النبات اللي هي لاتي كواليتي اه بجرد باي ويفلينث لما نحكي عن لاتي كواليتي يعني جودة الضوء احرم نحكي عن ويفليند اه الوافليند كمان شو راح نوضح ان شاء الله تمام اه لايت انتنسيتي اه يعني كمية السطوع وكمية الضوء المتواجد في يعني في مساحة معينة مثلا ضوء ساطع كثير ولا ضوء خفيف يعني زي هيك تمام واللايت ديوريشن اللي هي قديش النبات وتعرض لهذا هذا الضوء يعني بين قوسين هو مدة النهار تمام وعندي سي او تو اللي هو اذا سي اوتو موجود او لا ووفرته والتمبروتر بتأثر عليهم وكمية توفر الماء تمام طبعا هون عندي اللي حكينا عنها قبل لما نحكي عن ويفلينث عن طول موجي احنا بتحدث هون عن لون تمام اه وكل طول موجي للضوء الو لون محدد تمام اه وطبعا كل ما اختلف طول الموجي يعني كل ما قل الطول الموجي زادت الطاقة تمام اه زادت الطاقة اشي هون عنا يعني حاطوا الدكتور اللي هو الرد تمام الرد هو اخف اشي بكون عند اه سبعمية لستمية وخمسين اورنج بكون من عند ستمية وخمسين لستمية اه بعدين بيجي بعد الورنج اللي هو اليالو تمام بعدين بيجي اللي اه اللي هو اللون الاخضر اللي هو بيجي عند خمسويت نانوميتر بعدين بيجي اللي بلو تمام وبعد بيجي اللي هو اللون البنفسجي بعد بعد بيجي اللي هو الاشعاء فوقه البنفسجيه طبعا اكثر اكثر ضوء يعني بستفيد يعني من منه نبات اللي هو اللي بلو يعني النبات كثير بيستفيد منه لأنه طاقته عالية تمام هاي هون بحكييني هون بلو لايت with shorter wavelength زائد high frequency هون يعني بحكييني هون بلو لايت طول موجي تبعه أقل والفريكونسي تبعه أعلى التردد يعني تبعه أعلى يعني أكيد كل ما قل طول موجي بزيد التردد بحكييني هون انه gave more energy than the red light يعني هو فعال أكثر بعملية بناء الطبق يعطيني طاقة أكثر من اللون الأحمر يعطيني أكثر من طاقة الأحمر بـ 1.8 مرة يعني هو فعال أكثر من ضوء الأحمر بـ 1.8 مرة يعني هو أقوى منه بـ 1.8 مرة تمام under the same number of photons of red light طيب يعني نفس كمية الفوتونات هو يعطيني أحسن بـ 1.8 مرة تمام energy from the sun and converting electromagnetic energy into chemical energy بحكي لي هون انه عملية البناء بتحول الطاقة electromagnetic الكهرومغناطيسية إلى طاقة كيميائية مخزنة في الطعام أو في السكر تمام in order to keep the photosynthesis process running when these pigments يعني الشغلات اللي بتاعد على على انه تحفز هذا التفاعل وتمشي في هذا التفاعل اللي هي ثلاثة شغلات اللي هي كلوروفيل A صبغة كلوروفيل A هذا اسم أول صبغة وعندي صبغة كلوروفيل B وعندي هون صبغة ثالثة اسمه كارتينويتس تمام بس يعني هذولا كلوروفيل A وكلوروفيل B هم الصبغات الأساسية تمام هذول الصبغات اللي حكينا عنهم قبل هذولا بشكل أساسي بمتصوا الصبغة بمتصوا اللون الأحمر واللون الأزرق تمام وبعكسوا اللون الأخضر عشان هم بعكسوا اللون الأخضر فهم لونهم أخضر عشان بعكسوا اللون الأخضر أعيونا تمام Light Intensity هون بنحكي عن Light Intensity اللي هو كمية السطوع تمام اللي هو الموضوع الثاني According to the Light Intensity three types of plants are classified حسب Light Intensity في عندي ثلاث أصناف من النباتات اللي هو أول إشي سن سن لفنق بلانت بعدين شيد لفنق بلانت بعدين عندي انترميديات يعني نباتات بتحب الشمس ونباتات بتحب الظل ونباتات متوسطة بين أنتم تمام اللي بيحكيين لهون Light Intensity اللي ها تأثير كبير اللي ها تأثير كبير وملحوظ على حجم وشكل الوراقة طبعا طبعا هون حال طلي هون كيف بيكون حال النبات لما لما تكون في عتمة تمام هون لما يكون في وهون لما يكون في ضوء ساطع اللي هو خمسين الف لكس تمام هون بحكي لي بالتوتال دارك ناس ما في عملية بناء ضوئي اللون اللون تبع الورقة بيكون يا أبيض يا أصفر ولونج انتر نودز ليش لونج انتر نودز لأنه النبات دائما بستطيل وبطول عشان هو يبحث على الضوء عشان هيك لونج انتر نودز تمام وتايني ليبز أوراق صفراء أوراق صغيرة وعندي سبيل ستمز وعندي هون بس هاي مش والله طيب طيب لما يكون في أضاءة عالية بيكون هاي فوتو سنتزز وغرين كيلر بيكون لونها أخضر يعني بتكون ورقة خضرة وهيك ببراقة هيك بتحسسوها خضرة بشكل كويس تمام وعندي بتكون شورت انتر نودز ليش لأنه هي عندها شمس فهي ما بتبحث عن شمس يعني هي ما بتطول النبات دائما بطول عشان يبحث عن شمس بيكون عندي نورمال ليفز أوراق طبيعية ونورمال ستمز ونورمال روتز طيب هون عندي وين آآ فوتو سنتزز خليني نكبر صورة وهون عندي الصفحة الرابعة بتحكيلي هون وين فوتو سنتزز ريت يساوي الريس بايريشن ريت لما سرعة البناء الضوية وتساوي سرعة التنفس الخلوي وتساوي سرعة الريس بايريشن آآ هون بيكون عند هاي الحالة بيكون تبادل الغاز صفر يعني اللي دخل نفس السي أو تو اللي طلعه تمام آآ فهو والعكس برضو يعني تمام آآ هون هاي النقطة اللي بتساوي فيها الفوتو سنتزز مع الريس بيسميها تمام؟ آآ هون بيحكيلي هون بيحكيلي السي أو تو اللي استخدم في عملية التنفس الخلوي هو نفس السي أو تو اللي دخل بعملية البناء الضوية تمام؟ يعني آآ يعني اذا بنقص هاي من هاي بطلع صفر تمام؟ آآ آآ بيحكيلي هون انه آآ هسا كل ما زدنا شدة الإضاءة وسطوع طبع الإضاءة كل ما بزيد عملية البناء الضوية هو اشي طبيعي تمام؟ بس عند حد معين بيثبت بتثبت السرعة تمام؟ يعني بيصل حد معين يعني هو بيضل يزيد بيضل الفاتوسينثيس يزيد 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 عند حد معين بيثبت تمام؟ هذا الحد المعين البيثبت عنده منسميه نقطة الإشباع الضوية يعني بعدها النقطة خلاص بطل يزيد الفاتوسينثيس لأنه وصل لمرحلة الإشباع لما 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 المستخدم بعملية بساوي بالضبط كمية CO2 المثبت بعملية اللي تم تثبيته على شكل سكر بعملية بساوي بعض هون منسميها CO2 كومبنسيشن بوينت هون بيحكيلي هون لوني ديشينز ار لايت انتنسيتي هاير ذان ال سي بي اللي هي شو اللي هي لايت كومبنسيشن بوينت تمام اللي يعني هاي منسميها يعني هاي منسميها شو اسمها طبعا هون رسمة بتوضح لي بتوضح لي بتوضح لي العملية تمام هون هون بيحكيلي انه عند هاي النقطة لايت كومبنسيشن بوينت يعني هاي النقطة بتساوى فيها بكون نت اكس تشينج زيرو يعني الغاز اللي طلع نفس الغاز اللي دخل وبكون سرعة بتكون سرعة بتتاوى نفسه سرعة وهون عندي اللي هي نقطة لايت ساتوريشن بوينت نقطة الاشباع هاي هيك بتكون ثابتة يعني خلاص بعدها هاي النقطة ما بضل يرتفع شايفين موضل يرتفع لحد معين بدهم بثوت خلاص يعني مرق بك يجبن نخفز ادرع ادرع ادرع